شخصيات رئاسية سيستحبها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن تشكل الإدارة الجديدة للعهد المقبل الملياردير إيلون ماسك وهو ملياردير أمريكي وصاحب منصة X وشركة تيسلا أنفق أكثر من 110 ملايين دولار من ثروته الشخصية لدفع الناخبين إلى التصويت لترامب الذي قرر تكليفه بإجراء عملية تدقيق شاملة بالإدارة الأمريكية بغية إصلاحها إصلاحا جذريا ماسك الذي لم يكشف النقاب بعد عن الدور المحدد له بالضبط نشر على حسابه عبر منصة X صورة مركبة له داخل المكتب البيضوي للبيت الأبيض جيد فانس جند سابق في عامه الأربعين صاحب مؤلفات ناجحة وثالث نواب الرؤساء الأصغر سنة في تاريخ البلاد روبرت كينيدي جونيور ابن شقيق الرئيس الراحل جون أف كينيدي قد تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإعطائه دورا وصفه بالمهم في مجال الصحة قائلا إنه سيعيد لأمريكا عفيتها هذا ويتم تداول اسم ريتشارد غرينيل وهو السفير الأمريكي السابق لدى ألمانيا لمنصب وزير الخارجية أو مستشار الأمن القومي قد تتبوأ سوزي وايلز التي تولت تنظيم حملة ترامب الانتخابية منصب رئاسة مكتب الرئيس ولم يتطرق ترامب إلى الدور الذي سيناط بعائلته التي كانت دائمة الحضور في ولايته الانتخابية الأولى لا سيما فيما يتعلق بابنته إيفانكا التي كانت مستشارته في ولايته الأولى اشتركوا في القناة